تحية جبارة نقدمها للعاملين هنا في محجر الجليعة جنوب الكويت والذين يواصلون الليلة بالنهار ويعملون على قدم وساق لتقديم هذا المحجر لوزارة الصحة مساهمة من مؤسسة البترول الكويتية على مساحة 200 ألف متر مربع لا ترى سوى الأعمال المتواصلة لإنشاء أحد أكبر المحاجر الصحية والتي تساهم من خلالها مؤسسة البترول الكويتية بإيواء ما يفوق الألف وسبعمائة نزيل من القادمين في الخارج في وقت قياسي يمثل تحديا للعاملين على مدار الأربع وعشرين ساعة من يانا الطلب من وزارة الصحة من أول يوم وبدعم أيضا من رئيس تنفيذ المؤسس البترول الكويتية تم تشكيل فرق عمل والحمد لله استمروا الأخوان في العمل ووضعت الخطط كلها على أساس ناخد الكامب هذا ونخليه كمحجر صحي يستوعب 1600 سرير سابق الزمن فيها إن شاء الله التسليم سيكون خلال نهاية الأسبوع القادم يكون خالص إن شاء الله كامل بكل معداته بكل أجهزته إن شاء الله 200 ألف متن مربع طبعا يحتوي على 1700 غرفة للسكن زائد عيادة زائد مستوصف زائد مختبر جميع ما يختص إنه يكون مستشفى ميداني زائد سكن للدكاترة والنساء كذلك وكل الخدمات اللي موجودة من غرف نوم من حمامات من كل محتويات إنه يكون الدكتور موجوديني وتغيير بالشفتات مستشفى ميداني متكامل يجرى تجهيزه بالكامل لخدمة المواطنين في المحجر إضافة لعديد خدمات لوجستية خدمية وأشرافية لتقديم كافة سبل الراحة والعناية الطبية للضيوف خلال فترة الحجر المستشفى عبارة عن مثل ما تشايف كان مثل مخزن مساحته تقريبا 5000 متر مربع راح نقسمه بعبارة يكون عن ثري سكشن السكشن الأول راح يكون عن حق 26 غرفة قسم اللي بالنص راح يكون عبارة عن لاب ومختبر خدماتهم كلها مع صيدلية القسم الأخير عبارة عن غرفة ملاحظة كبيرة تستقبل ما يقارب 40 شخص الحمد لله ليل مع نهار نحن قاطعين شوط الحمد لله نحن مقسمين الشغل إلى بلوكات عندنا نحن بلوك ونص نحن جاهز إن شاء الله شغالين في الباجي ونأمل بإذن الله تعالى بنهاية هذا الأسبوع إن شاء الله نخلص المكان بالكامل بإذن الله تعالى عمل يشعرك بالفخر شباب وشبات كويتيون يتسابقون في خدمة بلادهم وإخوانهم المواطنين مترجمين بادرة مؤسسة كويتية عريقة جسدت حب الوطن لأفعال خلال فترة زمنية قياسية لتلفزون المجلس رياض العبادي ترجمة نانسي قنقر